السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم يا رب العالمين اللهم اجعل افضل الصلوات وانمى البركات وازكى التحيات في جميع الاوقات على اشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد اكمل اهل الارض والسماوات وسلم عليه يا ربنا ازكى التحيات في جميع الخطرات واللحظات اللهم يا رب العالمين اني تبرأت من حولي وقوتي وايقنت بحولك وقوتك فارني عجائب لطفك وغرائب حكمتك اللهم انك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير ان ربي لطيف لما يشاء ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم الم تر ان الله امزل من السماء ماء فتصبح الارض مخدرة ان الله لطيف خبير ان الله لطيف خبير يا بدي ان تكون ثقال حبة من خردل ان فتكون في سخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير ياتي بها الله ان الله لطيف خبير واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا ان الله كان لطيفا خبيرا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اللهم يا رب العالمين يا لطيف يا خبير يا حافظ يا كريم اللهم إن نسألك اللطف فيما جرت به المقادير يا لطيف يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير يا لطيف يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم يا من لطفه بخلقه شامل وخيره لعباده واصل وستره على عباده سامل لا تخرجنا يا مولانا عن دائرة الألطاف وأمنا من كل ما نخاف اللهم الطف بنا فإنك بنا مصيرا ولا تعذبنا فإنك علينا قديرا وذبر لنا فإننا لنسي التذبيرا وخذ بأيدينا فإنك على كل شيء قدير وذلنا بك عليك ولا تحجبنا عنك ولا تقطعنا بقواطع التذبير يا غنيا عن الشرح والتفسير يا بد العسير عليه سيسير أشكو ما لا يخفى عليك يا لطيف يا لطيف يا غنيا عن الشرح والتفسير يا بد العسير عليه سهل يسير نشكو ما لا يخفى عليك يا لطيف يا لطيف اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك فكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل دي سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيديك اجعل لنا من كل غم أمسين فيه فرجا ومخرجا اجعل لنا من كل غم أصبحنا فيه فرجا ومخرجا اللهم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي يا الله يا الله اللهم لا فرج إلا فرجك ولا لطف إلا لطفك فارج عنا كل هم وغم وكرم وارفع عنا هذه المحنة والبالية وادفعها بيدك القوية ارفعنا هذه المحنة والمالية وادفعها بيدك القوية انك يا ربنا على كل شيء قدير انت اقرب من كل قريب واقرب من كل كريب واجود من كل جواد واحفظ من كل حفيظ والطف من كل لطيف يا الله نسألك اللهم بحق اسمك اللطيف ان تسخر لنا من خلقك ومن الاسباب دائما من يقضي لنا حوائجنا ويدفع عنا خصمنا وينجينا ممن ظلمنا وعدانا بحقك يا لطيف الطف بنا عند الشدائد الطف بنا عند الشدائد ونجينا من المكائد نجينا من المكائد اللهم يلطف في قضائه يا رحيم في بلائه يا كريم في عطائه اللهم يا رب العالمين يا من سبحت له السماوات بأكنافها والبحار بأمواجها والجبال بأصبائها والحيتان بلغاتها والنجوم في سمائها بأمراجها والأشجار بأصولها والسماوات السمع ومن فيهن والأراضين ومن عليهن يا الله يا الله نسألك بحق قولك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ولا يؤوذه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوذه حفظهما وهو العلي العظيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم يا رب العالمين ببركة هذه الآيات يا عفوه يا غفور يا حداد يا مداد يا قدير يا رحيم اللهم آمن روعاتنا اللهم آمن روعاتنا وفرج قراباتنا وتجاوز عن زلاتنا وارحم حالاتنا واجعل لنا من كل ديق فرج ومن كل غم مخرج ألطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير إلى غنى جودك دلنا عليك وإحسانك قربنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعصر عليك إذا علمك بحالنا يغني عن سؤالنا يا مفرجا عن المكروبين يا مغيتا للمستغيتين فرج عنا عما نحن فيه يا رب العالمين اللهم فرج عنا يا رب العالمين ندعوك يا كريم يا من ليس بغائب فننتظره ولا بنائم فنوقنه ولا بغافل فننبخه ولا بناس فنذكره ولا بعاجز فنعنه اللهم يا رب إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وأنت أقرب إلينا من حمل الوريد إن قطع الرجاء إلا منك وخامت الآمال إلا فيك وسدت الطرق إلا إليك يا الله يا سميع يا بصير يا قريب يا مجيب اغفر لنا وارحمنا ويسر لنا وسخر لنا إنك على كل شيء قدير يا مسخر السماوات السمع والأراضين ومن فيهن ومن عليهن سخر لنا كل خير ببركة اسمك اللطيف المكنون يا الله يا حي يا قيوب يا من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم يا رب العالمين إنا نستجير بك فأجرنا ونستنصرك فانصرنا يا ربنا إن لك نسمات لطف إذا ثبت على مريض شفته وإن لك نفحات عطف إذا توجهت إلى أسير أطلقته وإن لك عناية إذا لاحظت غريقا في بحر ضلال أنقذته وإن لك رحمة إذا أخذت بيد شقي أسعدته وإن لك لطائف كرم إذا ضاقت الحيل على مقتر وسعته فهب اللهم علينا من نسمات لطفك نسمة تشفي بها أمراض قلوبنا وغفلتنا وانفحنا من نفحات عطفك نفحة مباركة نسألك اللهم زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وصعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين واشف مرضانا ومرد المسلمين اللهم استجب لدعائنا رب غادى دل سؤالنا ببابك لا حول ولا قوة إلا بك نسألك اللهم بنور وجهك الكريم وجدك الأعلى ورضوانك الأكبر واسمك العظيم الأعظم أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين